هذا الهدف الرائع اخر في كأس انجلترا وكان توتنهام هو الضحية جاء الهدف هذه المرة عن طريق قائد خط الوسط باتريك بيارا حيث نفذ روبرت بيرز ركل حرم القانون وتخلص بيارا من المراقبة وارتقى الى الاعلى فوق كريس بيري ليحول الكرة برأسه الى المرمى وكانت القوى البدنية والذهنية التي يتمتع بها اللاعب الفرنسي هي التي جعلت منه لاعبا كبيرا